نروح بقى على الجنب الاخر النادي الاهلي هناك استقرار داخل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء على انه يتم التعاقد مع مهاجم اجنبي تحت السن خلال المركاتو الشتوي الجاري يرغب النادي في ضم لعب اجنبي في خط الهجوم تحديدا اللي يتم قيده تحت السن على اساس انه يستغل اللواحي اتحاد الكرة المصري اللي بتمنح كل نادي الحق في قيد خمسة اجانب فوق السن وثنائي اجنبي تحت السن وبعدما حسم الاهلي التعاقد مع الفلسطيني او الدنماركي من اصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي طبعا هيتأيد كلاعب محلي والصفقة التانية كانت عمر كمان لعب مودرن فيوتشر بدأت الانظار بالفعل تتجه لضم لعب اجنبي تحت السن وتم ترشيح اكتر من لعب منهم مسلم اناتوف مهاجم منتخب الجزائر للناشئين ونادي مولودية الجزائر وايضا هيكون فيه لعبة تانية تحت السن مترشحين ومحطوطين على طاولة لجنة الكشافة او السكاوتينج اللي بترقصها هاني رمزي من جنسيات مختلفة سواء غانا او كوتيفور او السنغال او الجابون اشتركوا في القناة